جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة على كافة أنحاء الجمهورية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 16 عنصرا إجراميا بنطاق مدريات أمن الجيزة والقليوبية الشرقية والبحيرة أسيوت وقنة ومصرع ثلاثة عناصر بنطاق مدرية أمن قنة وأربعة عناصر آخرين بنطاق مدرية أمن أسيوت عقب تبادلهم إطلاق النيراني مع القوات والسابق اتهمهم في العديد من القضايا قتل عمد مقاومة السلطات السرقة بالإكراح والخطف والإتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والسجن المشدد وضبط معهم 17 قطع السلاح ناري من بينها 14 بندقية آلية وبندقيتان خرطوش وفرد خرطوش وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 10 فرد محلي ومسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقاهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 339 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة اشتركوا في القناة